خليني نعود نفكر شوية بصوت عالي بعد إذن حضراتكم مش عن غزة بالتحديد لأن أنا من الناس اللي يمكن تختلف حبتين على مسألة القضية القضية يا جماعة ما هياش غزة وعمرها ما كانت غزة ما بين قصين بقى بس القضية بالنسبة لنا مصر تحديدا جمهورية مصر العربية مصر القضية بالنسبة لنا ما هياش بس غزة القضية بالنسبة لنا هي فلسطين بالكامل القضية بالنسبة لنا هي قضية صراع عربي شوف قد كده بقى هادي المحيط وهادي الخليج زي ما الناس تحبت تقول يعني عربي صهيوني طيب هذا الصراع العربي الصهيوني شوف أنا وصفت الصهيوني يبقى قد كده بإذنه إيه احنا بنتكلم على دولة وظيفية صغيرة في المنطقة مفترض إنه ما يبقى لهاش هذا الحجم من التأثير السلبي لا على المنظومة العربية والسياسة العربية والاقتصاد العربي ونظريات الأمن العربي وإنما هي عندها هذه القدرة لأسباب ممكن نعود نحكي عنها مصر اهتمامها تاني ما هواش غزة بس مصر اهتمامها هو فلسطين ومستقبل فلسطين وأمن فلسطين واقتصاد فلسطين ومش بسميها صفقات بسميها اتفاقات وخليني أعرض لك وإحنا بنتكلم جزء من هذا الاتفاق اللي هو تبادل الأسرة من الجانبين أو إن شئت أن تسميه تبادل المحتجزين من الجانبين وده عن أسوشيت بريس دلوقتي حالا عدد من المفرج عنهم وزي ما حضراتكم شايفين بيبقوا متواجدين في سيارات الإسعاف وبيرافقهم سيارات للأمن وما إلى ذلك علشان فيما بعد بيرجعوا إلى منازلهم بإذن الله سالمين للأبد آمنين للأبد أحرار للأبد طبعا دي سيارات الهلال الأحمر زي ما حضراتكم شايفين هرجعك على الملف كله على بعضه ده منظور مصر يعني حضرتك دلوقتي حالا كنت بتشوف أهو بتسمع زملاء الأعزاء مصطفى وسحر وما بيتكلموا عن إنه عن مصادر رفيعة إنه وزير المخابرات أو رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية سافر إلى الدوحة يشارك في الاجتماعات اللي موجود فيها مدير السي اي اي واللي موجود فيها مدير الموساد وما إلى ذلك لا تتصور إنه الأمر متعلق فقط بغزة الأمر أصبح متعلقا بضرورة العمل على إيجاد حل شامل حقيقي حقيقي لقضية الصراع العربي الصهيوني إذن حل لفلسطين مش حل فقط لغزة إحنا بنتكلم عن غزة باعتبار إن إحنا شفنا مجزرة وحشية استمرت لمدة خمسين يوم ومصر الحقيقة كانت الطرف الأكثر فاعلية في ذلك سواء إذا كان فيه اتفاقات التبادل سواء إذا كان فيه إقرار الهدنة سواء إذا كان فيه تمديد الهدنة سواء إذا كان فيه محاولات إيقاف إطلاق النار بشكل كامل وفعلي وثابت من الجانبين ما يبقاش إنه بنتكلم على غزة بس نسينا إن فيه حاجة اسمها الضفة الغربية ورمالة ده على سبيل مثال ما نبقاش بنتكلم على غزة ونسينا إنه الإسرائيليين بيعلنوا عن أفكار متعلقة بزيادة أعداد المستوطنات هناك عندنا في الضفة اللي هي بتاعتنا يعني على الأقل تبقى للاتفاق الموقع بتاع أصله 1993 أنتوا فهمين يا أصدقين وبالتالي مصر رؤيتها هي حل شامل ونهائي لهذا الصراع إنهاء هذا الصراع إنهاءه بالطريقة التي ترضي الكل إنهاءه بالطريقة التي تؤدي إلى استثباب الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة بالكامل مصر عمر ما كانت نظرتها ضيقة أبدا مصر ما بتبصش على زاوية واحدة ضيقة متعلقة ممكن يبقى بأمنها المباشر فتبقى هنا الحكاية كلها غزة لا مصر بص على أمن المنطقة بالكامل من المغرب للعراق من المغرب لحد العراق من خط الشمال العربي على سواحد المتوسط وحتى خط الجنوب العربي عند مضيق باب المندب والقرن الإفريقي هي مصر بص كده المنطقة دي كلها ده أمن قومي مصري أي زعزع لأي شبر صغير في المنطقة العربية مصر تعتبر فورا تهديد لأمنها القومي وبالتالي الرؤية المصرية المقاربة المصرية هي إقرار السلام الشامل أولا العادل بالضرورة في المنطقة منطلقتنا هي أنه يبقى فيه حل حل نهائي حل نهائي يعني زي ما كنت بقولك مبارح يبقى فيه عندي حدود واضحة للدولة الفلسطينية حدود واضحة للكيان الصهيوني المحتل يبقى فيه اتفاقات واضحة عادلة قانونية ملزمة يقر بها كل الأطراف يقر بها الرعاة الكبار لعملية السلام بالتأكيد واشنطن طرف بالتأكيد القاهرة طرف أنا هنا بكلمك مش على المشكلة الآنية ألا وهي غزة أنا بكلمك على الحل الكامل لهذه المشكلة الصراع العربي الصهيوني وده اللي لازم دايما نعتمده حتى في أدبياتنا المنطوقة الصحافة الإعلام الراديو التلفزيون الأحاديث إلى آخره إن احنا نقول الصراع العربي الصهيوني مش نقول مثلا إيه المشكلة الفلسطينية لا المسألة أكبر من كده بكتين أن المشكلة ليست مشكلة فلسطين وحدة مشكلة مشكلة العرب كله الكل يتأثر ويتأثر سلبا ما ينفعش مثلا نقول إيه والحرب على غزة لا يا غزة جزء من فلسطين فلا تفصل غزة عن فلسطين وإلا تبقى أنت بتعمل وبتحقق رؤية الكهياد الصهيوني المحتل إنه بيفصل غزة عن الضفة يعتبر إنه غزة مشكلة لوحدها وإن فلسطين قم تاني وبالتالي يحصل عملية تفتت سياسي مش بس على المستوى بتاع الجغرافيا أو الحدود السياسية لا لا المسألة عنده أكثر إجراما من ذلك وإنت لازم تبقى دايما أكثر زكاءا وحكمة وفطمة واطلاعا من ذلك بل وإصرار أنت المواطن في منطوءك في استخدامك سيبنا من الهاشتاجز والسوشال ميديا دي قصة تانية لكن أنا بكلمك أنت منظورك للقضية وإنت بتقرأ عن القضية وإنت بتشوف تاريخ الصراع داني كل مواطن عربي مش بالنسبة لنا إحنا بس هو أنت متصور إنه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية لا يؤثر على سلطنة عمان مثلا لا يؤثر على الإمارات لا يؤثر على المغرب الجزائر مصر السودان الصومال جيبوتي لا هو يؤثر من وقت ما حصل إن في حاجة اسمها عصابات صهيونية في المنطقة وعملت مجات هجرة واسعة وعملت مدابح على هذه الأرض اللي هي فلسطين والمنطقة العربية لم تهدأ فلازم تهدأ لازم تستقر حتى تستقر السياسة حتى يستقر الاقتصاد حتى تستقر المجتمعات حتى تصفو العلاقات موسيقى